قدامكم على الشاشة دي لقطات بالتأكيد بنعيدها لحضراتكم تحية الكابتن محمود الخطيب للعبين عقب نهاية المران التقاؤه ببرونو سافيو وشادي حسين وطاهر وعدد من اللعيبة أحمد نبيل كوكا قدامكم هو كمان على الشاشة يمكن خرج من معسكر المنتخب الأولمبي يتبقى للاتفاعل تم مع الجهاز الفني كلام مهم جدا بالتأكيد وشحن معنوي مهم جدا وخدوا بالكم كمان اللعيبة أكيد مش محتاجة جرعات تحفيزها لأنه عارف أهمية المباراة مصفحة كمان وتحية من الكابتن الخطيب لمحمد شريف مهاجم الفريق محمد مجد أفشا والإتمينان على حالته وجاهزيته على فكرة ما بيبقاش الكلام كله في تفاصيل فنية ولا كلام ما فني لا الكلام كله أخبارك طمين عليك الدنيا كويسة إن شاء الله خير ربنا معاك وبالتوفيق بإذن الله محمد عبد المنعم كمان بيشرح للكابتن محمود الخطيب يمكن الخطة اللي اتعرض لها في لقاء أسوان لكن إن شاء الله هو جاهز قدامك هو جاهز ويكون موجود بإذن الله في المباراة بإذن الله بيرستاو علي معلول أفضل ظهير أيصر في أفريقيا خلال الخمس ست سنوات الأخيرة لعب مميز لا غنى عنه إن شاء الله بإذن الله تكون اللعيبة في أتم الجاهزية ياسر إبراهيم موجود مع الفريق كابتن محمود الخطيب بيسلم عليه أحمد عبد القادر الفترة الأخيرة فيه كلام كتيري قوي بيتقالى العدد من اللعيبة طبعا الكابتن محمود الخطيب لما يكون قدام الكورة يعني مش محتاجين نشرح لكم إيه اللي ممكن اللي الصورة تبقى فيها إيه أعظم ما اللعب الكورة في تاريخ الكورة المصرية والكورة الإفريقية مصطفى شبير الحارس الصاعد نتمنى للتوفيق ربي خلال الفترة اللي جاية حارس مرمى قوي مميز إن شاء الله مستقبل حراس التارمى في مصر وفي النادي الأهلي رب بإذن الله تكون اللقطات دي يعني تدينا كده دفع معنوية والابتسامة اللي احنا شايفانها على الوجوه إن شاء الله بإذن الله يكون فأل خير ويكون فيه تفاول بإذن الله قبل مواجهة السوبر أمام الزمالك كمان كابتن سامي أمصان مدرب فريق النادي الأهلي وصاحب الخبرات الطويلة في الجهاز الفني للنادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة علي لطفي إن شاء الله بإذن الله تكون اللعبة كلها في أتم الجاهزية والاستعداد محمد الشناوي حارس سامرمى فريق النادي الأهلي ونقدر نقول بخروج محمد الشناوي وأفراد الجهاز المعاون أكيد كده التمرين هيكون خلص لأن بالتأكيد ترجمة نانسي قنقر